تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سلبي سبورت فيديو سريع من يتكلم فيه عن النتيجة الكارثية اللي تعرضت لها ألمانيا يوم أمس أمام إسبانيا إسبانيا تسحق ألمانيا بستاسية نظيفة طبعا النقاش في هذا الفيديو عن يواكيم لوف بعد نهاية كأس العالم اطلعت وتكلمت في فيديو والألمان اتفقوا معي بعد ذلك وقلت مش حينطرد يواكيم لوف قلت لأنه الفريق الآن محتاج تغيير دم تغيير وانتقال من الجيل القديم للجيل الجديد والمواهب دائما متوفرة بألمانيا يواكيم لوف نجح في هذا المشروع الإداري يعني نقل الجيل القديم لجيل الجديد وابقى 3-4 رعبين من الخبراء بالفريق وأصبح الفريق كله الآن شباب قادرين يلعبوا مونيديال ويورو ومونيديال ويورو فبالتالي هو نجح في هذا المشروع الإداري لكن الناحية الفنية ما زالت كارثية كل يوم شكل الفريق الرجل بحب يتفنسه في كثير كل يوم تغيير مراكز لعبين كل يوم اسلوب لعب مختلف مش بس شكل مختلف والأهم من ذلك الألمان في آخر سنتين معاه ما عندهم روح ألمانيا ولا حماس ألمانيا أبدا مش ألمانيا اللي بنعرفها قتالية مش ألمانيا اللي بنعرفها بتقاتل لآخر لحظة مش ألمانيا من الناحية الذهنية والمعنوية إذن الرجل نجح في الناحية الإدارية فشل في الناحية الفنية وهون لابد من تغيير فني قبل اليورو نتيجة مبارح كارثية كسرت الثقة فيه تماما أكيد بينه بين اللاعبين الجمهور أنا مش أجعب مدخب ألمانيا مش حقدر أتصور أنه ممكن تصير شيء إلا إذا صارت معجزة ويوكي منوف حسن الأوضاع لوحده لكن المعطيات المنطقية بتقول حان وقت يوكي منوف شكرا كثير لإلك نوصل هناك الحلقة اشتركوا بقناة سلبي سبورت والسلام عليكم ورحمة الله